منصار دخولي لكويت يقال بسبب أخطاء فنية تحطمت لنا بحدود أكثر من 40 طائرة نعم شكيف صحيح هذا الكلام؟ نعم مضبوط تحطمت 48 طائرة هذا رقم دقيق؟ نعم شلون تحطمتها؟ تحطمت كالتالي كان التوقيت التجمع كان في قاعدة الشعابة الجوية يعني الطائرات تجمع هناك حتى تقلع تروح الأهداف نعم يصير عملية الغزو والاحتلال نحن 82 أذكر أنا تشت نقيب يوم خميس تعرفها أنا تشت بالصويرة بس راحت الطائرات الفعالة المسلحة والإنزالات من ضمنها طائرات المئات المئة وسبعة وطعش المئة وخمسة وعشرين الأستي صار إنزال فمن ضمنها هو الإيجاز اللي أنطاء الشخص ما عرف اسمه اللي جاي معين من رئاسة من رئاسة الجمهورية بس أقلولي بوقتها سمعت يعني أقلولي تجاي من الحرس الجمهوري يعني تعرف البري هو يطي إيجاز يعاز يعني يعاز يطي إيجاز هذا الإيجاز شنسوه يطيل الطيارين قبل الطيران يطيهم المهمة بساعة الطيران وراح أصير الأهداف أنا صاح مهندس بس هم أعرف بس الإقلاع صار من قاعدة الشعيبة نعم هاي المعلومة عندنا من قاعدة الشعيبة فطارت تقريبا بالـ 300 أو 350 طارة 300 أو تثمية 300؟ نعم نعم نحن نعجل نحن 745 طيارة بلحظة واحدة طارة 300؟ أخلاعات يعني طيران مستمر بس شنو الخطأ كان التوقيت الصيفي في 82 كان عندنا توقيت الصيفي متقدمين على الكويت بساعة وشنو علاقتها؟ ها علاقتها يعني الفجر هو المفروض يقلع تقريبا قبل طلوع الشمس يعني بالكويت هو يكون الفجر طالع الشمس هو بكويت طلع الظلمة فمن صار الظلمة الطيارين أكو أخطاء فتخطاء بالطائرات أجهزة غير متطورة بالطائرات الشرقية والطيار وطلعت أرض الكويت اللي أدري بها أعلى من أرض العراق فشنو صار الطيارين أكو عدادات بالطائرات خاصة الشرقية احنا نسميه الراديو التميتر عداد الارتفاع هذا يشتغل ضغطي على ضغط الجو هذا ميطيق رأة مضبوطة يعني أنت من توقع تقعد بالبصرة الصفرة تروح مثلا الكردستان الصفرة تقرأ صفر على الجبل هذا وليس سووا ضربوا الأرض لبعض معدهم لأن ضربوا الأرض راح تحطمها وناس ما شافت الهاي تينشن بعض الطيارين هاي الأسلاك ما الهاي تينشن ما ضغط العالي هاي كارثة تعرف هاي نعمل الكرباء طبعا هاي ملغ بس تضرب المروح وناس أنا أقول لك صواريخ الهوك الكويتية أثرت ها ضربوهم نعم صواريخ الهوك الكويتية أثرت لأن الهوك طبعا وجماعاتنا جابوا صواريخ الهوك ووقعوا بها تقريبا أربع إلى خمس طائرات من جابوهم للقويت راحوا دورات بأحدى الدول الجوار فوقعوا طائرات أربع إلى خمسة حتى أمريكا زعلت على أحدى الدول الجوار اللي دربوا الدفاع الجوي العراقي الضباط فتقريبا 48 طائرة الطائرات المنتقدمة مثل أستي وطائرات المنتقدمة الغربية بها جهاز يسميه راديو ألتميتر هذا الشي يسوي ذبذب ينطيك بالأرض ويرجع لك الإشارة يطيك ارتفاعك عن الأرض نفس طائرات الخطوط هسا فذولا سلامات سيطروا نعم فذكروا ببكتها 48 طائرة واستشهدوا أكثر من 80 إلى 90 طائر رحمة الله رحمة الله رحمة الله نعم نعم نعم